هنعمل النهاردة كيكة حلوة جدا وطرية من أسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها ونجحة جدا جدا هي ما فيهاش افتكاسات كتير احنا هنعمل السبونج الفانيليا اللي بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض بس قبل اي حاجة عملوا يلايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله هنبدأ بقى اول حاجة لسبونج الفانيليا انا عندي هنا ربع كيلو سبونج فانيليا حط عليهم ثلاث بيضات حطيت ستة اكيز فانيليا لان ما كانش عندي فانيليا سيلة بس طبعا هو يستحسن معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة لو انت بقى عايزة الكيك طبقات يعني يكون عالي مرتفع بتحطيله معلقة خل او معلقة محسن جل لكن انا مش محتاجة الكيك عندي مرتفع جامد محتاجة طبقة واحدة بس لو برضو هتعملوا نص كيلو من اللسبونج الفانيليا هتحطوا عليه سبع بدوت انا كده قلتلكوا الاساسيات بتاعة الكيك اللسبونج نفسه هتعملوا نفس الموضوع في كيك الشوكولاتة او كيك الفانيليا انا بقى فضلت اضرب فيه حطيت البيض على اللسبونج فضلت اضرب فيهم مع الفانيليا لحد مكوامه تضاعف وبقى تقيل جدا معي يعني لو قلبت الطبق مش هيقع من الطبق ضروري جدا تعملوا كده وبعد كده جبت عندي صانية حطيت فيها ورق زبدة وضروري جدا برضو الورق الزبدة لان الاسبونج الفانيليا او الشوكولاتة مش بياخدوا اي مادة دهنية نهائي ما ينفعش تدهنه الصانية تماما وما ينفعش حتى تدهنه الورق الزبدة لازم بتفرش ورق زبدة في القاعدة تحت وعلى الجناب وبعد كده بتحطوا الاسبونج بتاعنا اللي احنا ضربناه بيكون معيكو تقيل شوية بتحاولوا تفردوه على قد ما تقدروا بتدخلوه بقى على فرن ساخن مسبقا يعني قبل ما نبدأ كده نكون مشغالين الفرن على درجة حرارة 180 بعد تفتحه عليه بعد 35 دقيقة مثلا علشان ما يهبطش من نجو ضروري جدا الخطوة دي اللي مش واصق بقى في الفرن بتاعه قوي وحاس ان هو هيحرق له الكيك او الكيك هتلطلع على الوش بتاعه بايز شوية بتحطه في القاعدة بتاعت الفرن من تحت صانية فيها مية سخنة وبتسيبوها مع الكيك يعني الكيك في الرف اللي في النص الصانية التانية اللي هي فاضية ما فيهاش غير مية سخنة في القاعدة من تحت بتاعت الفرن ده كده هتطلع لكم الكيك مظبوط جدا جدا لما بنطلع الكيك وبنلاقي الخلة بتاخل فيه الخلة السنان يعني وتطلع لفاضية كده يبقى هو تمام مستوى وبقى زي الفرن انا بقى قلبت على الناحية التانية وشلت الطبقة اللي هي بتكون الوش دوت او القاعدة من تحت انا بحب بشيله عشان يتشرب اللبن كويس جدا جبت كوباية لبن عندي وشربتها بالكيك كويس جدا اللي عايز شرب بلبن اكتر من كده مفيش مشكلة اللي عايز بقى اقل من كده برض مفيش مشكلة هو بيكون اصلا طري وهش وحلو جدا عملت بقى عندي طبقة الكريمة جبت عندي كوباية كريم شنطية وحطت عليها اللبن بالتدريج انا الكريم شنطية عندي كان محلة انتو لو هتستخدمه غير محلة حطوا عليه معلقتين سكر بودر وفردت بقى في الصينية كده وهحط الصينية ديت في الفريزر يعني حوالي كده عشر دقايق لحد مجهز الطبقة الثالثة التوبينج بقى الطبقة الثالثة دي هقولكو على كذا حاجة انا بس بسويها كده بالسكرابر بتاعي علشان دي بقى السطح بتاع الكيك ناعم وحلو كنت عايزة بس اقولكو ملحوظة للكيكة لما تقفلوا عليها الفرن سيبوها في الفرن خمس دقايق قبل ما اتطلعوها ولما اتطلعوها سيبوها تهدى تماما قبل ما تقلبوها من الصينية او قبل ما تشربوها باللبن دي برضو معلومة مهمة جدا للكيك اللي سبونج انا هنا حط الطبقة اللي من فوق التوبينج يعني هحطه زبدة لوتس التوبينج اللي بيليق جدا مع الكيك دي هو اللوتس دي ما انا بحطة كده وصوص الكراميل بيبقى معها خطير بتبقى بقى طعمها زي الكيك التريليتش هكده او كيكة الحريبة التركية بتبقى خطيرة يا جماعة الكراميل معها بيبقى رهيب هزيب لكم اللينك بتاع الكراميل وبتاع زبدة اللوتس اللي عملناهم مع بعض في تعليق مسبت او في صندوق الوصف عشان تعملوهم وتقولولي ايه رأيكم فيهم لانهم بجد حلوين جدا انا بقى فردت الزب اللوتس كده سوري على الكريمة بالشكل ده بحاول على قد مقدر انا حطة طبقة خفيفة اولي من اللوتس لان اللوتس بيكون طعمه قوي جدا وكان عندي سوس شوكولاتة ممكن تعملو كمان بالكريم شانتي تسيبوه شوية على جنب وتحطوهم في كيس حلواني وتعملو خطوط رايح جاي كده وبالخلة او التوسبكس وتفضلوا رايحين جايين تعملو خطوط يعني كتير بقى انا عاد تلعب كده لحد اما ممكن تكون شكلها بوز مني شوية بس برضو تلعت شكلها حلو جدا وطعمها احلى بكتير يا جماعة دخلتها بقى في التلاجة الكيك دي تتاكل بعد ساعتين تلاتة اربعة تاني يوم تالت يوم بتبقى كل ما بتقعد في التلاجة بتبقى خطيرة الحلويات دي عمتان كل ما تقعد في التلاجة بتبقى طعمها خطير وتحفق تعالوا بقى قطع كده حتة معيكم ونشوفها مع بعض طبعا انا يعني ما استنتش عليها بعد نص ساعة بالضبط طلعتها وقطعتها معاكم بصوا الكيك اصلا طري ورهيب من جوه شكله طحفة ولونه ابيض ازاي؟ اقربوها وقلولي ايه رأيكم ما تنسوش تعملولي لايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس اشتركوا في القناة